بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وعلى كل من اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثواه إلى يوم الدين اللهم أمين أربعون حديثاً كل حديث في ثلاث خصال الحديث الأخير وبه خاتمة هذا الكتاب من هذه السلسلة المباركة أربعون حديثاً كل حديث في ثلاث خصال من أعظم الكذب عن واثلة ابن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفرع أن يدعي الرجل إلى غير أبي أو يري عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الفرع الفرع لي الكذب والبهتان أعظم الكذب والبهتان الثلاث دولة أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أن يدعي الرجل إلى غير أبيه يبقى طبعاً الرجل والمرأة زي الإتيكيت كده والبرتوكولات كده إن الوحدة والحياة الغربية إنها تسمى بإيه؟ بإسم زوجه أريد بالك هذا من أعظم الذنوب من أعظم المعاصي التي حذر الله منها عبادة وتوعدهم علي إنهم اقترفوها معصية الكذب الكذب ما أسوأه من أقبح الخصال كما حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في هذا الحديث أن نهي عن ثلاث خصال كلها ترجع إلى هذه المعاصية الشنيعة وهي إدعاء الإنسان الانتساب لغير أبيه كذباً وزوراً يشوف له نسب حلو كده وينسي بنفسه له وكان من الزنف الجاهلية نوع من أنواع النكاح كان اسمه نكاح الاستبضاع إيه نكاح الاستبضاع ده؟ الوحيد يعني ضعيف وقلته ليلة وكذا وكذا في قومه واحده لقوله جزبته إذا طرته الوحيد يقوله استبضعي فلا يوحو فلا نمي معه لغاية ما تحمل منه عشان ابني يطلع زيه كده تخيل جاهلية ادعاء الانسان الانتساب لغير أبيه كذباً وزوراً ينسب نفسه لعيلة مشهورة أو لقبيلة لها قوة ومهابة أو كذا كذلك الكذب في رؤية المنامية يقولك أنا شفت مبابح وو كذاب الكذب على رسول الله يصر صلى الله قال رسول الله يصر صلى الله وو كذاب فهذه الخصال بالإضافة إلى ما فيها من بشاعة الكذب على الله بتقديمه ما لم يقدمه تترتب على بعضها مفاسد عظيمة فالكذب على رسول الله يصر صلى الله عليه وسلم يستلزم زيادة في الشرع أو نقصاً فيه يطلع حديثاً إنه الشيء الحرام دي ما بيش حاجة أو الشيء اللي هو الواجب ده إنه هو مش واجب وكذلك الانتساب لغير الأب كذباً وزوراً طبعاً يترتب عليها مفاسد عظيمة يخل وحده اخته ومش اخته ياخد مراثه وليس له لما يترتب عليها من أحكام كثيرة كالمحرمية واستحقاق النفق والإبث وغير ذلك من الحقوق الكثيرة ولهذا كانت هذه الخصال من أعظم الكذب نسأل الله أن يعصم ألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وقلوبنا من النفاق إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا الحديث يشدنا إلى أن الذنوب تتفاوت عظماً بحسب ما تؤدي إليه من مفسده وخطورة الكذب في هذه الأمور الثلاثة المذكورة بهذا انتهى هذا الجزء من هذه السلسلة ثم ننتقل لما بعدها أسأل الله تبارك تعالى أن يوزقنا العلم النافع وأن يوفقنا للعمل الصالح وأن يجعل جمعنا مرحومة وأن يجعل تفرقنا معصومة وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقياً ولا محومة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك